كل صاحباتك وطيبين خلاص هلت علينا الأيام المباركة والليلة العظيمة لكلها خير وبركة ومغفرة مبارح كان ليلة نصف من شعبان وطبعا هذه الليلة بترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل وهي ليلة فيها نفحات ربانية وفضاء العظيمة ربنا بينعم بيها على عباده الصالحين فطوبى لمن أدرك هذه الليلة وهو على طاعة طبعا ليلة نصف من شعبان تم فيها تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام إكراما للمصطفى صلى الله عليه وسلم اللي كان بيتمنى على الله أنه تكون القبلة إلى البيت الحرام فنهزى القول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة تنطردها فولي وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم والحقيقة أنه شهر شعبان كله ليه فضاء العظيمة وبيستحب فيه الاكثر من الطعاط والعبادات والصيام وتابعا نحن في هذا الشهر كلنا بنحاول نتقرب إلى الله عز وجل إن كان بالصيام إن كان نحن طول الوقت بندعي ونتضرع إلى الله عز وجل إنه يتقبل دعوتنا وإنه يغفر دلتنا ويكفر كمان عن ذنوبنا وسيئاتنا بكل تأكيد وكان نبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه الناس طبعا زي ما بنقول كده أنه هو شهر الاستعداد والتأهب لرمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيكثر من الصيام في شهر شعبان فلما سئل عنده قال هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم عشان كده من فضاء هذا الشهر الكريم شهر شعبان هو التأهب والاستعداد لشهر رمضان بالصلاة والدعاء وصلة الأرحام وغيرها من الأعمال الصالحة والتطهر من المعاصي عشان ندخل شهر رمضان وإحنا خليم من الزنوب ومستعدين استعداد تامي جمالنا لشهر رمضان طبعا أيام عظيمة بتعتبر منحة إيمانية يجب علينا أن نختانم هذه الأيام ونختانم هذه الفرصة في التقرب إلى الله عز وجل بالطعاط من صيام وصلاة وصداقات وقراءة القرآن وصلة الأرحام ربنا يرزقنا جميعا خير هذه الليالي العظيمة ويديم علينا يا رب كلنا أيام الخير والبركة صباح الخير على حضراتكم من جديد كل سنة وإنتوا طيبين صباح الخير يا مصر